سماء جديدة وأرض جديدة تمام الأرض اللي بعدما الإنسان سقط كانت النتيجة أنه لعنت الأرض وأصبحت فيها الشوك والحسك والمرض وكل المشاكل دي كلها السماء إيه اللي حصل فيها السماء فيه ثلاث سماوات الغلاف الجوي فيه الفضاء الفسيح فيه عرش الله عرش الله طبعا نقي الفكرة أن الشيطان دلوقتي اسمه رئيسه السلطان الهواء ففيه سماء جديدة وأرض جديدة يعني فيه نيو أوردر هيحصل أن الله هيخلق السماء الجديدة والأرض الجديدة اللي مش هيكون فيهم لا مرض ولا خطية ولا إسم وهتكون حياة كاملة بلا موت وإحنا محدودين في الزمن كمان دكتور ناجي يعني الله خارج عن طاق الزمن تايملس لكن إحنا بنتكلم عن ما هو موجود مدرك في الزمن عشان كده رسول بوليس لما شاف رؤية عن السماء قال ما لم تره عين ما لم تسمع به أذن يعني حاجة ما تشافتش فمش عارف أوصفها إحنا بنوصف أي حاجة شفناها ما لم يخطر على أقل بشر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر